أجهزة مايكروسوفت الجديدة أجهزة أبل التي يمكن أن نرى وبالتأكيد، عندما يتعرف الواي فاي على حرامي في البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم بسر السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول مخصصة للتقنية والعلوم أبدأها أول شيء بهواوي ومنصة الخمسة نانوميتر التي يمكن أن نرى مع جوال الميت 40 الآن الميت 30 نزل في الأسواق الصينية وبعض الأسواق العالمية ستحصل على الميت 30 وأيضاً توضيح مهم هنا جداً لو تكلمنا في الحلقة الماضية، أجبت لكم الخبر التالي الإعلان الرسمي لسعر غير متوقع بخصم حوالي 40% للميت 30 برو الخبر الأفضل يجب أن يكون مبيعات مسبقة بحوالي مليون جهاز فرقم قياسي جديد للميت 30 أثناء البيع المسبق وبداية البيع في الصين الأمر الثاني، خبر التخفيض التسريب الذي كان فيه هذا الخبر والمعلومات التي كان فيها الخبر للأسف مغلوطة فوجب التصحيح فلما نتحدث عن جهاز بريميوم مثل الميت المفروض أنه لا يكون عليه تخفيضات كبيرة بداية السيلز وجاب المليون بدون ما يكون عليه تخفيضات أو دعم أو أي شيء من هذا النوع فإذا نعرف أن الميت دائماً يكون على مفارقة في السوق الصيني والعالمي شخصياً، نحن في المملكة العربية السعودية والدول العربية حرمنا من هذا الجهاز بحرمان خدمات جوجل من التواجد عليها فنحن الآن علينا أن ننتظر ونرى الحل النهائي في مسألة الميت فالميت 40 يمكن أن يحصل على منصة 5 نانوميتر مع معالج الكيرن 1000 اللي جاء في الميت 30 هو الكيرن 990 الكيرن 1000، ما الذي يأتي فيه إضافة من الحين؟ نتأكد منه أن استهلاك بطارية أقل بحكم العادة مع تطور المعالجات وأيضاً نتكلم على دمج 5 جي في نفس المعالج الأوم وتمكينه سألتكم في الحلقة الماضية عن الهجمات التي تحدث من داخل الشركات وقلت لكم ما هي الأسباب الرئيسية فيها؟ وأكثركم أجمع على أن الهجمات الداخلية تكون من بعض الأفعال غير آمنة من نفس الموظفين وهذا الأمر صحيح، والشركات دائماً تتعرض للاختلاقات داخلياً بسبب قلة وضعف وعي الموظفين أحياناً فروابط غير آمنة تأتي للشركة نفسها وأكيد يستمر هذا المحتوى الموجود بالروابط فتجد الموظفين نفسهم يضغطوا على هذه الروابط المشبوهة وهذا الأمر قد يتسبب خسائر كبيرة وأكيد يجب أن تأخذ إنترنت آمن أو خدمة الإنترنت الآمن في ستي سي أعمال يزودوها تمكن الشركات من حماية نفسها من قلة وعي الموظفين في التعامل مع الروابط هذه والمحتويات المشبوهة عامة بحيث عندما يكون هناك حجب من الدخول إلى الشبكة المنظمة ومن ثم استمرارية في الإنتاجية لذلك الخدمة لا بد أن تكون في أي منطقة تحتوي على تعاملات إلكترونية من الإنترنت بوجود قلة وعي من قبل نفس الموظف الشركة فالمسؤولية الموجودة على الشركات هي أنها تتبنى الإنترنت الآمن وبالتالي تعرف أن أمورها ممتازة حتى مع الموظفين الذين لديها وأضع لكم رابط في معلومات أكثر عن STC أعمال وخدمة الإنترنت الآمن منهم في وصف هذه الحلقة مؤتمر مايكروسوفت نتائجه كانت كثير من الإعلانات فلو بدأنا أول حاجة بنسخة مايكروسوفت سيرفس برو سبعة هذا الجيل الجديد من السيرفس نفسه سيمكن إمكانيات أفضل مع وضع الـ USB Type-C على نفس الجهاز كل المعالجات والأجزاء التي تحدثت عليها مؤتمرهم تحصل على معالجات قوية وجديدة مثل الجيل العاشر أو الجيل التاسع من نفس إنتل ألاحظنا التعاون الملحوظ بين مايكروسوفت وأيضاً سامسونج في بعض الخدمات فهما يتعاملون مع الأندرويد في المؤتمر كأنه سامسونج سامسونج هي أندرويد فماذا منتجات أخرى تظهرونها غير السيرفس؟ فلو تكلمنا أول شيء على نسخة الـ Windows 10 X هذه نسخة الـ Windows 10 X مخصصينها للأجهزة التي فيها شاشتين لدينا هنا جهاز في تيك بيلز أو لابتوب بشاشتين ونختبره أكثر من أسبوع وإن شاء الله المحتوى سيأتي لكم قريب الميزة في الشاشتين تمكين أكبر لتعدد المهام وأنك تستطيع تنجز أكثر من حاجة في نفس الوقت فماكروسوفت ترى أن هناك قابلية ضخمة لهذا الأمر فأصدروا نسخة خاصة من ويندوز تستطيع تتمم مهام الشاشتين الأشياء الأخرى أكيد منتجات تظهرونها مثلاً السماعات التي نوعاً ما شكلها غريب في البداية ولكن هناك إمكانية عزل الصوت ومقاومة ماء وأيضاً نتكلم على بطارية بعمر أطول وأفضل والتوصيل المتمكنين فيه مع كل الأنظمة لا يقولون لك أننا فقط كويسين على منظومتنا في الأجهزة لا، يتكلموا على الأندرويد، على الأي او اس، على أجهزة الويندوز وكل الأجهزة وسموا السماعات السيرفيس بودز وأيضاً أعلنوا عن السيرفيس لابتوب وتكلموا عن الجيل الجديد من هذه اللابتوبات الخاصة بالسيرفيس بشاشتين بأحجام مختلفة وإمكانيات أيضاً ممتازة وكان دائماً في المؤتمر يتكلموا على نحافة الجهاز وإمكانية التوصيل مع أنظمة الأندرويد وطلعوا جهاز ثاني ديوب شاشتين وطلعوا جوال أندرويد أو جهاز زي الأندرويد هو جوال نتكلم على جوال بنظام الأندرويد من مؤتمر فيه مايكروسوفت يعلن عنه هذه ما قد شفناها بالطريقة هذه من قبل فهنا مايكروسوفت توجه جداً ضخم على الشاشات المطوية أو الأجهزة بشاشتين لأنه لا نستطيع أن نسمي الجهاز الذي أعلن عنه شاشة مطوية فأجهزة بشاشتين وأعلنوا الجهاز الخاص بنيو فجهاز النيو سيمكرك من التواصل بين أجهزة مايكروسوفت وأجهزتهم وحطين حركات راقة مع الـ Edge لتبنوه وطريقة التناغم في المتصفحات على نفس الجوال النيو وأخوه الأكبر للنيو هو Surface Duo Surface Duo هو مثل الكتاب والنيو هو نفس الجوال بشاشتين الطلب المسبق في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العالم يبدأ اليوم متوفر الأجهزة يتراونها بين نصف أكتوبر إلى نهاية أكتوبر ويمتد إلى نوفمبر لبعض الأجهزة إلا الجوال هذا المفروض أنه سنشاهده في منتصف عام 2020 فواضح أن السباق سيكون هناك للجوالات المطوية والجوالات الشاشتين بشكل كبير وأنا شخصياً انتقدت أحد الأجهزة الثانية التي كانت بنفس الستايل ولكن مايكروسوفت يختلف من هذا المبدأ فلو رجعنا إلى الـ LG لما كنا مؤتمر الـ MWC الـ LG نفسهم طلعوا الجهاز بشكل مختلف هنا لو جينا لنفس الجهاز بشكل مختلف أنحف أفضل من ناحية البرواز والإمكانيات الممتدة التي موجودة عليه لأنه سنوضعها بشكل مختلف وعلى سيرة هذه الجوالات المطوية سألتكم من الحلقة الماضية هل الجوالات المطوية شيء يريدون أن تخذوا التجربة فيه؟ أكثركم قالوا لا لا أريد أن نأخذ جوالات مطوية واضح أن هناك قروشة مع الموضوع سهولة أخذ جوال بشاشة واحدة غير سهولة أو الصعوبة التي موجودة مع أخذ الجوال وفتحه وتحصل على شاشتين بل أيضاً سألتكم من فيكم يستثمر أو يستثمر أكثر من ألف دولار في جوال ينطوي وأكثركم قال لا لا أحد يظهر الجوالات التي تنطوي هذه فغريبة نستطيع أن نقول أنه قطاع جديد ومتى لا أضبط هذا القطاع الجديد سأرى التبني وقتها كيف سيكون بإذن الله حين عليّ أوضح أن في الأسابيع القادمة أيضاً في مؤتمرات ثانية غير مؤتمر مايكروسوت فمثلاً لدينا جايتكس أحداث جايتكس من 6 إلى 9 أكتوبر ستكون في دبي وأيضاً معكم هناك بإذن واحد أحد وأيضاً سيكون هناك مؤتمر ثاني متوقع لأبل غير المؤتمر الأساسي الذي سيحضره في وون بلس لون بلس في لندن بتاريخ 10 أكتوبر بإذن الله وأكيد مؤتمر جوجل سيكون في منتصف الشهر وأجلب لكم تغطية له وأحداثه بإذن الله مؤتمر لأبل متوقع في أكتوبر هذا المؤتمر سيطلع آيباد جديد، ماكبوك جديد وإيربودز السيريس 3، سلسلة الثالثة من الإيربودز سلسلة الأولى التي لم يكن فيها شحر لاسلكي، سلسلة الثانية التي فيها شحر لاسلكي، سلسلة الثالثة التي طلع لها تسريب يبين أنها أقصر وأعرض وتشبه بالحافظة نفس سماعات البودز وبعض السماعات الأخرى المتواجدة حالياً في السوق وهذه السماعات الميزة الإضافية فيها سيكون عزل الصوت بشكل أفضل، سيكون فيها ميزة نويز كانسليشن ومقاومة الماء ما شفنا هذا الأمر موجود مع سماعات الإيربودز السلسلة الأولى أو الثانية ولو رحت للماكبوك بروز، المفروض يتم الإعلان عنهم، ستمتد الشاشة إلى 16 إنش حسب بعض التسريبات والآيبادات ستحصل على الكاميرا الثلاثية التي حصلت عليها الآيفون 8 ليس من نفس المزودين للحساسات، ولكن نفس طريقة تهيئة الكاميرا سيمكنوا التصوير بشكل أفضل على الآيباد ويمكنوا شيء أفضل على الآيباد الذي تحدثنا عن الواقع المعزز ودمج إمكانيات الكاميرا مع بعض التطبيقات التي موجودة على الآيباد فهنا نستطيع أن نقول عالم إضافي جديد سنحصل عليه والماك والآيباد يمكن يحصل على شاشة الميني الأي دي شاشة من نوع جديد هذه الشاشة ستمكن الألوال المفروض أنها أفضل واستهلاك أقل للطاقة على سيرة استهلاك أقل للطاقة، سلسلة الخامسة من نفس ساعات أبل تم إطلاقها بشكل رسمي مع الآيفونات قاعد أجربها أكثر من يوم، ونوعاً ما رائق مع مسألة الأولويز آل التي تضعوها ولكن إلى الآن، التحدي الأساسي الذي موجود عندي هو عمر البطارية أما غير ذلك، بصراحة، تجدني أنه يسوق شيء وطالع ساعة وعرفها أرطل بدون ما أفعله شيء رائق، وصارت معي في اجتماع، وصارت معي في السيارة وصارت معي في أكثر من مكان فإلى الآن، التجربة مستمرة وبإذن الله، التوضيح والشرح وأيضاً مراجعة الكاميرا قادمة بالطريق بإذن واحد أحد قبل سنتين ذكرنا أن أبل قاعد تصحح أمورها في برنامج الخرايط حقها وبالفعل، هذا الأمر تبنيه في مؤتمر من سنة، وإلى الآن، التطور مستمر على خرائط أبل خرائط أبل بالتطبيق حقها قاد تتطور ويزيد الإمكانيات التي موجودة عليها لا يمكنوا أن يصلوا إلى الآن على القدرة والوصول لجوجل والتبني العالمي لجوجل في خرائطهم ولكن ما زالوا يتطورون ومتوقعون المنافسة من منظورهم وأيضاً أن نرى المنافسة الحقيقية مع المنافسين سواء جوجل أو أو ويز أو أي تطبيق ثاني للملاحة سيكونوا في عام 2020 فلا تستغرب إذا بدأت ترى دعايات في عام 2020 عن خرايط جوجل قلت لكم بداية الحلقة كيف الواي فاي يمكن أن يكتشف اللصوص والموضوع يحمس ويو سي سانترا باربرا جامعة نفسها طلعت ببحث مع كم من الشركاء البحث وضح إمكانية قياس الموجات الارتدادية وأيضاً القد الذي يطلع مع الأشخاص الذين يعيقوا الواي فاي وبالتالي قدروا يحدد الأشخاص أصحاب البيت أو أصحاب المكان من موجات الواي فاي فأنت قاعد في بيتك أو بيتك متروك؟ أنا أقول لا، البيت متروك وفي شبكة واي فاي ليس في البيت إذا جاء واحد ليس من أهلك أو ليس من البيت ستتمكن نفس الشبكة من معرفة أن هذا إنسان غريب وتنبه كيف صار الأمر؟ البحث نفسه صار بمرسلات للواي فاي ومستقبلات للمرتد من شبكات الواي فاي وأنا قاعد بسطتها مرة لحي ينتظر فتخيلوا، هنا موجود عندكم جهاز واي فاي لقد وجدت نفس الجامعة مع البحث حقها أن موجات الواي فاي عندما تذهب وأي شخص يمشي ويعدي من هذه الموجات يعيق الموجات بمرضومة أو باترن محدد يعني زي الطبعة الخاصة في طريقة إعاقته لماذا؟ لأن كل واحد مننا نوعاً ما مشيته تختلف عن الثاني فالمشية خلت الواي فاي يصير فيه إعاقة فالواي فايات المرتدة مكنتهم من إجراء بحوث على أكثر من ألف شخص وقدروا يتعرفوا على ثمانية كانوا يضعونهم في مجموعة واحدة وقدروا يتعرفوا على كل واحد فيهم من المشية حقه وإعاقة الواي فاي فقدر السيستم الذكي الموجود مع الأنظمة الذكية التي قلتها قبل أن أرى الواي فاي والإقتدادات ويشوف نفس الأشخاص قدر نفس السيستم يقول هذا فلان لا، هذا فلان فبالطريقة هذه، هناك إمكانية مستقبلية أن نفس الواي فايات الموجودة عندنا تتطور ويصير الأجهزة ترسل وتستقبل موجات واي فاي للتعرف على الأشخاص لزيادة الأمان وأيضاً يمكن أن يكون هناك تطبيقات مستقبلية فإذا المشية الخاصة فيك ورحت على سوق أو محل رجعت لهذا المحل من يوم ما تدخل الأشياء التي سبق وشريتها من هذا المحل ومسجلة عند الكاشير عرفوا أنه أنت رجعت فيرسلوا لك العروض على شبيهات الأغراض التي أخذتها فيمكن أن ترجع وتشتريها فهي قابلية تسويقية لهذا الأمر غير الأمان كيف؟ شيء مجنون بحث ثاني صار من يوسي بركلي مع كم شريك هذا البحث مكنهم من تعديل وراثي لنفس ذبابة الفواكه مكنت ذبابة الفواكه من أكل حشيش الحليب حشيش الحليب الذي هو الملك ويد حشيش الحليب هذا السام لكل الحيوانات التي يأكلون الحشيش والأعلاف فإن يأتي هذا الحشيش نوعاً ما يضرهم ومؤذي لهم فمكنت تعديل الوراثي أن ذبابة الفواكه هذه تروح وصارت تنهم وتدور على نفس الملك ويد ذبابة الفاكهة يوم أكلت هذا السم أو الشيش السام لم تسممت مكنتها من تخزين نفس السم الملك ويد لكي أعداء الذبابة لا يستطيعون عليها لأنهم صاروا يخافوا يوم يأكلوها أنهم يتسمموا ويموتوا فسبحان الله وما أتيتم من العلم إلا قليلاً ويما جاء رب العالمين سبحانه وتعالى وعطانا هذا القانون كأنه سبحانه رب العالمين يقول لنا ابحروا في العلم وشيلوا وحطوا وترى ما سيأتيكم إلا قليلاً وما أتيتم من العلم إلا قليلاً فتخيلوا تعديل وراثي سواء على ذبابة الفاكهة مكنت نفس الدبابة من حماية نفس الحيوانات التي تعرف على هذا المضمار أيضاً مكنتها من حماية نفسها من أعدائها ولساً وننتظر ونرى النتائج النهائية لهذا البحث والتطور فسبحان الله العلم كيف يفعله في هذه الدنيا ونهاية الحلقة كالعادة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك أراكم على خير بإذن الله أشهد أن تشذر في قبل